تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار معكم حسين هاشم وحلقة جديدة ومباشرة من برنامج اسأل الخبراء هذا البرنامج اللي بتنترك النهار 2 ساعة 7 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلاله عم نستضيف خبراء وضيوف لهم باع طويل بعدة مجالات إمكان محاميين أو خبراء بمجالات أخرى أكيد اليوم موضوع كمان عم نحاول من خلال هذه الحلقات أن نتحدث عن موضوع أنتوا عم تسألوا عنا فنتمنى أن حلقة اليوم تنال إعجابكم رح نتحدث اليوم عن موضوع الكفالية الخماسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا البرنامج اللي اسمه باللغة الإنجليزية الولكم كوربز اللي هو من خلاله يعني الحكومة الأمريكية عم بتحاول أنه تفسح المجال أكتر وأكتر أنه لقل اللاجئين للقدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية رح نتحدث عن الإعلان الجديد اللي صدر من المسؤولين عن الكفالية الخماسية الأمريكية خاصة فيما يتعلق بموضوع أنه المرحلة الثانية اللي هي بتسمح لكم تنقل الأشخاص اللي أنتوا حابين أو اللاجئين اللي أنتوا حابين جيبون على الولايات المتحدة الأمريكية كان فيه شوية لغة وحيرة وبعض المعلومات المشكلة يعني موضنا واضح لكم بما يتعلق أولا من هو اللاجئ المسمح له يعني هذي طرح اللي مسجل مع اليوان اللي مسجل مع اليوأسراب أو اللي مسجل مع حكومة البلد اللي هو يعني موجود فيها أو شو أيضا كان فيه شوية يعني التباس بما يتعلق أنه بالدول اللي قالوا عنا أنه إذا أنتم موجودين فيها هؤلاء اللاجئين مش مسموح أيضا أنه تعبولون على هيدا البرنامج وغيرها من المعلومات فراحي نكون معي الأستاذ المحامي سامسيف لحتى نحن ويا نتحدث عن هذا الموضوع ونعطيكم كل المعلومات بالإضافة إلى ذلك أي سؤال عنكم يتعلق بالهجرة واللجوء والتجنيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكل هيدة المنائقات لجوء هجرة ولم شمل وجنسية فيكم تكتبوننا بمربع التعليقات الحلقة طوالك بشكل مباشر فأي سؤال عنكم كتبوننا بمربع التعليقات أكيد أنكم تعملوا شير لهذه الحلقة على أوسع النطاق كمان خلي أشخاص تانيين يستفيدوا من معلوماتنا ومن ضيفنا موجود معنا اليوم كمان عملوا تاج لأشخاص تانيين وتفاعلوا معنا يعني ما تحضروا على السكت عملوا لايك للفيديو عملوا تاج لأشخاص تانيين عملوا شير للفيديو خليني نرحب بضيفنا قبل ما رحب بضيفنا خليني نرحب بشكل مباشر كل من فرنيتر سيلي وطاق مورجج كمبني ونقل له أهلا وسهلا لسام استيه سام كيفك؟ أهلا مرحبا حسين شوانك انت؟ انت تمام؟ الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المشاهدين اليوم بخير ان شاء الله حبيبي الله يخليك نحن ساعدين بوجودك معنا ديمان سام يعني تعطينا معلومات مهمة جدا واليوم نعم هنا الحلقة يتعلق بالكافية الخمسية ولكن أي سؤال متابعيننا عنده يتعلق باللم الشمل السفارات الهجرة اللجوء الجنسية الأمريكية وغيرها كمان فيكن تكتبوها بمربع التعليقات لأنه متما موعدين علينا نحن والاستيسام نفتح الفرصة والمجال لألكم لحتى تسأله أسئلتكم ومن هلأ بعتذر من أي شخص رح يسأل سؤال وما رح يكون عنا وقت نجاوب عليه حطينا ستوري مبارع على انستجرام عطيناكم فرصة من خلالها تسأله أسئلتكم بعتقد إجا على انستجرام أكتر من خمسين سؤال لسام فبعتذر من هلأ من هلأ من هلأ بلكن سوري مش رح نصل لكل الأسئلة بس رح نحاول سام خليق استفيد من وقتنا بتحب تقول أي شيء قبل ما نبلش حلقتنا عن كافية الخمسية بشكل عام دائرة الهجرة قالت أنه رح يفتحون الطريق قبل آخر السنة يعني احنا اتقربنا وصلنا لآخر السنة بعدهم ما فاتحيها بس قالوا قبل آخر السنة فإن شاء الله بعد عشر تأيام لأسبوعين رح يفتحون الطريق بس الأشخاص اللي يفكرون يريدون يقدمون طبعا أول شيء لازم يشوفون إذا يستحقون يقدمون فيأخذون المعلومات إن شاء الله هسا رح نطيهم ويشوفون إذا يستحقون ويدخلون الويبسايت ويبدون يجهزون نفسهم للتقديم تمام كتير ابنيح مثل ما حضرتك ذكرت سام نحن رح نطيهم معلومات قدمة فينا أهم معلومة إخواننا قبل ما بلج أنه سام أنه انتبهوا يعني مش هلأ أتعبوا الاستمارة أو الابتليكيشن لأنه إذا هلأ عبيتوا ما رح تقدروا أنتو تنقل لأنتو حابين جيموا سام فيك تذكرنا بهذا البرنامج كتفاصيل بشكل عام يعني عن شو هو هيدا البرنامج مين فيه يكون كفيل بهيدا البرنامج وهيدا المعلومات كتفاصيل بشكل عام نعم فالوالكم كوربس هي بروغرام بدتها دائرة الهجرة وبالضبط اليو اس راب على مود يساعدون يسرعون قضايا اللاجئين اللي موجودين برا الولايات المتحدة أكثر شي بدوها للأشخاص اللي مقدمين على لجوء برا أمريكا بس ممكن أنه القضية مالتهم متأخرة بسبب آخر مرحلة الرفيجي براسس كأنه منتظرين بس موعد سفر بس بسبب قليل مساعدة من المنظمات داخل أمريكا ماذا يقدرون يكملون آخر مرحلة ويطولون يعني أكو ناس طولة وثنين وليها سمنتظرين أنه يجون للولايات المتحدة خلال الرفيجي بروغرام فاخترعوا هاي البروغرام على مود يخلون مواطنين أمريكان وغرين كارد هولدرز يساعدون بهاي آخر مرحلة وهي الآخر مرحلة أنه يساعدون لأشخاص أول شيء للتكاليف السكن تكاليف المعيشة، حصول على عمل، يدخلون مدارس، يحصلون مساعدات من الحكومة مثل التكاليف المعيشة، التكاليف المعيشة، السكن، التكاليف يعني هاي الشغلات الشخص رح يحتاج أول ما يوصل للولايات المتحدة هي هاي اللي يريدون يساعدون بها خلال الـ US Welcome Corps خمسة أشخاص، أقل شيء خمسة أشخاص، يوقعون كأنه رح يساندون أشخاص له عائلة خلال أول تسعين يوم من ما يوصلون للولايات المتحدة بكل أنحاء المعيشة مالتهم ودخول للبلد أمريكا فيما يتعلق بهذه المعيشة، سام بشكل عام، عندك المعلومات ترجع تذكرون فيهم أيضا مين في يكون المعيشة أو كافير بشكل عام، وكما هي الإيميل مالية للكافلة؟ نعم، طبعاً لازم يكون عندهم جنسية أمريكية له Green Card لازم يجمعون 2425 دولار لكل لاجئ يريد يجي طبعاً هذا المبلغ ما لازم كله من البداية، لازم يثبتون حوالي 1475 إلى 1500 تقريباً لكل شخص 60% من المبلغ كبداية، وبعدين يقدرون يحصلون الباقي لازم يملون استمارات، لازم يحضرون تقريباً، ويكملون تقريباً وهي من عدة المستقبلات، لازم يقدمون، وآخر شيء، لازم يقدمون بشكل عام، شلون راح يقدرون يساعدون هذول اللاجئين أول ما يوصلون هذا المصاري سام الكفيل، هل يترى كيف يبرهن معه هذي المصاري؟ هل يترى حساب بالبنك، ورقة، كيف يبدو بكاش؟ كيف يباينوا أنه معهم هذ المصريات اللي هني طالبين منهم؟ على أكثر شيء، يحطون المبلغ ببنك، لما يحطون المبلغ بالبنك، راح يقدرون يحصلون رسيت من البنك، لو ستيتمنت من البنك، يثبت أنه عدهم هذا المبلغ، بس المبلغ ما لازم كل يكون كاش، ممكن أنه يثبتون راح يدفعون على السكن هذول اللاجئين، فإذا عدهم موقعين عليه ويأثبات دفع للمبلغ، هذا المبلغ راح يقدرون يحطوه على 2425 دولار، إضافة على هذا ممكن الفرنيتر لو إذا راح يساعدوهم بسيارة، لو أي شيء مثل هذا بثمن راح يقدرون يضيفوه إلى 2425، فإن نريد نحذر الأشخاص أي شيء مو كاش، لازم يثبتون الـ Value مالته، فإذا Lease Agreement ليشقة هاي راح تكون سهلة، بس إذا راح نقول فرنيتر، صعب راح يثبتون أنه used فرنيتر، تسوي خلل نقول 500 دولار لو 1000 دولار، على كاوتش لو بدلو هتش شيء، فأسهل طريقة راح تكون الكاش طبعاً، أسهل طريقة الكاش طيب، كمان كان عاجينا أسئلة سام عن أنه هود الخمسة اللي يجب أن يكونوا بمجموعة، هل يطولا لازم يكونوا هني related يعني قريبين، ولا يعني أو كمان قصد أنه بس يقولوا community أنه لازم يكونوا عايشين بنفس الحي، النيبرهود، ولا بنفس الـ City، ولا شو؟ لازم يكونوا حوالي بنفس المنطقة، فخلي نقول للأشخاص اللي موجودين بـ Metro Detroit، احنا عايشين بـ Metro Detroit، إذا واحد عايش بـ Sterling Heights والثاني عايش بـ West Bloomfield، هذا يعتبروا بنفس الـ Community، ما يخالف أنه عايشين بغير مدن، بس ممكن ما يقبلون إذا شخص، أكو شخص عايش بـ Sterling Heights والثاني عايش بـ Kalamazoo، وهي يعني عن بعد ساعتين أو ثلاثة، فهذول الخمسة راح يقدمون plan، والـ plan رح يقدمو، رح تذكر شنون هذول الخمسة رح يساعدون اللاجئين اللي رح يجون، إذا الشخص عايش عن بعد ساعتين لو ثلاثة، شون رح يقدر يساعد؟ شون رح يقدر يساعد يوديهم للـ Social Security Office، لو للعمل، لو للمدارس، فلاازم الـ plan it makes sense، إذا if it doesn't make sense ممكن يرفضون الـ plan ويرفضون هذالـ Application نقطة مهمة كتير لحضرك التحدثت فيها، يعني مهم يكونوا أنه قريبين لبعض، إذا واحد بده يساعد الثاني، أنه يكون أنت قريب لأله لحتى تساعده، طيب، أكيدي متابعينا ومشاهدين أنا عم تابع الأسئلة تبعكم، يعطوني بس شيء خمسة دقائية لأنه معلومات كتير مهمة، يعني ما بديش أقطع الأفكار تبع استسام، ورح بلش إاخد أسئلة منكم كمان، فاستفيدوا من هذه الفرصة، عملوا شير للحلقة، عملوا تاج لأشخاص تانيين، أعملوا شير للحلقة حتى توصل معلومات كتير لعالم، واكتبوا أسئلة تكون، أعملوا لايك على البرنامج، لولنا مرحبا، خلنا نتفعل نحن وياكم لأنه كتير هذه المعلومات مهمة توصل للعالم ويستفيدوا منها، سام، سام 2، أو الأسم الثاني بدي أسألك عن هذا الموضوع، وهو كتير يعني العالم كانت في عندها شوي أنه مش واضحة الفكرة لإلهم صراحة، فحبينا من خلالك نوضحها لهذه الفكرة، اللي هي أنه مين اللاجئ المخول أنه أنت تعبيله على هذا البرنامج؟ فيك تشرح لنا بشكل مسهب مين الكاتجوريز أو الفئات اللاجئين، اللي هم أنت فيك تكفلهم لتجيبهم على الولكم كوربس؟ نعم، كفكرة مبدئية، لازم الأشخاص اللي الشخص يذكرهم، اللي يقدر يذكرهم بالابلكيشن، لازم كانوا مقدمين ويا الـ UN لو الـ USRAP قضية لجوء قبل سبتمبر 30، 2023. نعم، إذا ما تقدمين معاملة لللجوء بهذا الوقت له قبله، ما رح يقدرون يقدموا لهم معاملة خلال الـ Welcome Corpse. مع الأسف طبعا هي الولكم كوربس ما بلغت أشخاص أول ما طلعت يعني قدمت البروغرام كانوا ناس يقدرون يقدمون يعني ويا الـ USRAP لويا الأمم المتحدة معاملة بس أعتقد بسبب يريدون يقللون عدد الأشخاص اللي يقدمون على الولكم كوربس لأنه ما حيلاحقون على الابليكيشنز ويريدون أكثر شيء يساعدون الأشخاص اللي يصالهم فترة من تضرين فأكيد هو هذا السبب بس anyway سبتمبر 30th 2023 لو قبل الأشخاص اللي قد بين كلاجئين اللي عايشين برة البلد الأمة لتهم وإلي ما عايشين ببلدان معينة موجودة الولكم كوربس من ضمنهم ما عايشين بليبيا بس قبل ما نحكي عن هيدا نقطة سام هلا بدي أحكي عنه هيدا بس بالنسبة للاجئين بشكل عام اللي هم مخولين لما بيقولوا أنت بدك تكون مسجل مع الـ UN شو هو هيدا الـ UN يعني أي برنامج مع الـ UN بالأمم المتحدة كلاجئ كرفيجي شو اسمه هيدا شو بتقولوله أنتو أنا كتير بسمعون أوقات نسيت شو هيدا حسنًا أكو أكو اكو 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 الـ UNHCR في الـ UNHCR فأكو عدة اكو الـ ؤمن المتحدة فلما يقولون الـ الامم المتحدة يتكلمون على كل البرنامج تمام يعني كل شي خاصه بالامم المتحدة برامج هي مشمولة المفروضة تكون بهيدا البرنامج صحيح يعني اطيك مثل احسين اكو خلي نقول سوريين عايشين بلبنان مسجلين ويا الامم المتحدة لهم مسجلين ويا الحكومة اللبنانية كلاجئين هذول اهمت يشملهم البرنامج إذا مسجلين كلاجئين فماكو IOM إلهم بس مسجلين ويا الامم المتحدة طيب هذي نقطة واحدة انه مع الامم المتحدة كل شي خاصه ببرامج الامم المتحدة انت بتعتبر مزبوط طيب شو هو هده ال USRAP USRAP هي الاجنسي اللي US Refugee Agency هي اللي رح تقابل الاشخاص تشوف اذا يستحقون ياخنون Refugee Assistance ورح تطيهم آخر approval هي رح تسوي الbackground check هي اللي الدز USCIS Agents أو Officers يقابلون ويا الاشخاص فهي المنظمة اللي تبدي البروغرام وتنهي البروغرام للاجئين كتير حلو نقطة كتير مهمة هذي بالنسبة النقطة الثالثة اللي هني سامحين فيها اذا انت مسجل مع ال government تبع البلد اللي انت عايش فيه الحكومة اللي انت عايش فيه هيده شو؟ مثل ما تكلمت اكو ناس مسجلين كلاجئين بالبلد غير البلد الام مثل قلت سوريين مسجلين عايشين بلبنان ومسجلين ويا الحكومة اللبنانية انه هم لاجئين لو خلي نقول سوريين لو عراقيين لو يمنيين اللي وصلوا للدول الاوروبية يمكن يمني موجود بجيبوتي لتسألة انه اكتر يمنيين عم بيروحوا على جيبوتي صحيح لو خلي نقول سوريين لو عراقيين في فرنسا ممكن لو السويد مسجلين بهالبلدان كلاجئين وممكن بعد مسجلين مع ال government مع حكومة البلب بس ما مسجلين لا مع الامم المتحدة ولا مع الحكومة الامريكية بالـ US صحيح كتير حلو هذي هذي نقطة كتير مهمة لانه يمكن لانه فيه اشخاص عم بيقولوا انه احنا مش مسجلين مع المفوضية المفوضية اللي هي الـ IOM او United Nation بس يمكن انت تكون يمكن لتسأل انت ممكن عم بيقول بالاردن اماما عم بتقول هي بتحكي معنا على انستجرام نعم تكوني مسجلي مع الحكومة الاردنية كلاجئة فكونك انت هي سورية عم بتقول وموجودة بالاردن فلازم يكون عندك وضع قانوني مش معقولي تكوني موجودة بالاردن بدون وضع قانوني يعني انه كالاجئة مضبوط ولا لأسا صحيح صحيح لازم امسجل ويا الحكومة انه هي لاجئة يعني هنانا الـ Eligibility على الweb site بالضبط كاتبين انه امسجل امسجل ويا الحكومة ويا الحكومة ويا الحكومة وكاتبين انه اذا عدهم program لو عدهم قضية ويا الـ program USRAP لو Afghan Special Immigrant Visa Program هم يقدون يقدمون فخلينا من Afghan Special Immigrant Visa Program احنا لغرض المشاهدين UNHCR يعني UN Refugee Agency البلد وين عايشين وثالث شيء USRAP الـ US Refugee Agency هذول الثلاثة اذا مسجلين وياهم يستحقون يقدمون كتير حلو كتير حلو خليني اخد شوية أسئلة سام وروح بالمتابعين أحلى ما يزعلوا مننا خليني اخد شوية أسئلة من انستجرام لأنه حطينا مثل ما قلت قبل شوية ستوري على انستجرام من بارح بالليل وبعدها موجودة فلمن نتبعنا على انستجرام دايما نحنا منطلع ستوري قبل الحلقة لحتى يكون عندكم فرصة تسألوا أسئلتكم للضيف خلال الحلقة وخلال الحلقة أكيد عم يحدرنا عم يكتب أسئلتكم كمان فيكم تكتبوها وإن شاء الله نحنا وياكم المسألة طيب خلنا نبلج بالأسئلة ستسام جاهز؟ نعم فريال عم تسأل ما هي المدة اللي بتاخذها الـ Immigration للدراسة الإدارية دراسة الإدارية يعني مثل تشريك أمنة بتقوله انت هي دراسة إدارية مش هيك؟ نعم 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 عم تقول انه ابنت قابلت بالأردن وبعض المقابلة قالوا لها انه نعمل رح نعمل دراسة إدارية قديش المدة اللي بتستغريك؟ صلى خمسين يوم عاملة مقابلة مثل ما بلغوا بتها ورما قالوا لها اكو دراسة إدارية Administrative Processing ما كو فترة معينة ممكن يوم ممكن سنين الاجراءات الإدارية احنا نحب نسميها الاجراءات الإدارية هي اكتر شيء لدراسة القضية له للـ Background check مثل ومو كلا بيد السفارة بش قد تاخذ وقت هذا التشيكم لي له دراسة جزء من القضية اكو أجزاء منها ممكن دي طلبون background check من غير دولة فممكن هذا رح ياخذ وقت فماكو فترة معينة ما فيش فترة معينة لا تمام لنكمل واس أهلا وسهلا فيك جمال صباغ أهلا وسهلا سلوة محمد أهلا وسهلا فرحان وعليكم السلام نادية إذا كنت إذا كان ستة أفراد عايشين بالبيت هل كل واحد منهم بدون نخفص كفلة ولا كيف هايلي لا الخمسة لو أكثر من خمسة ممكن يكونون من خمسة ممكن يكونون خمسة لعائلة كاملة بس يجب أن يكونوا الشروط لكل واحد من العائلة مثل المبلغ الفين واربعمائة وخمسة وعشرين يجب أن يكون هذا المبلغ لكل نفر من العائلة فإذا إذا أكو ستة أشخاص حوالي 12 ونص لو 15 ألف يحتاجوا لهم يعني يقدرون يثبتون راح يقدرون يكفلون هذول الأشخاص وطبعا لازم يكون الـ plan مالتهم لكل واحد من هذول الأشخاص مثل إذا أكو شخصين أكثر من 18 يستحقون يشتغلون لو قدرون يشتغلون وأكو أطفال صغار لازم يسوون الـ plan للشخصين شلو راح يساعدوهم يلقون شغل وبنفس الوقت لازم بالـ plan راح يساعدوهم شلون الأولاد يدخلون مدارس فلازم الـ plan يكون لكل الأشخاص اللي موجودين بالعائلة سامن خليني يكمل بالأسئلة سي السام أحمد عم يسألك هل التقديم على الـ 485 عن طريق الـ EB2-NIW بعد أخذ الموافقة على الـ I-140 بيأخذ وقت وما هي سبل تعجيل الملف الشخص اللي يقدم الـ 485 على الـ NIW راح تعتمد على الـ Visa Bulletin لازم يتابع الـ Visa Bulletin ويشوف إذا يستحق يقدم على الـ 485 لو لا الـ Visa Bulletin اللي تحكم الاشخاص اللي يقدمون على الـ Visa لو الـ Green Card اللي كانوا بداخل الولايات المتحدة وهي ما تتسرع التواريخ اللي بيها راح تحكم وتتغير كل شهر فممكن شهر مكتوب بيها 2022 شهر العاشر لو ممكن شهر الورى يمشون سنة كاملة إلى 2023 شهر العاشر لازم يتابعوها كل سنة لمن يستحقون يقدمون ذاك الوقت يقدون يقدمون هل تشملنا الكفادة الخماسية؟ ممكن نعم 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 مظبوط لأنه هو عراقي موجود في لبنان لبنان منع البلدان فريال أهلا وسهلا سامر هل يستطيع أن تقدم دعني أرجع على الأسئلة هل تستطيع سامر يس جاوب عليها هيدا الاستسام هذا السؤال ليلة وعليكم السلام فريال وعليكم السلام وسامر أهلا وسهلا عبد الكافي ننزل أي أسئلة عبد الكافي طيب خاني نكمل بالأسئلة هيدا جوابنا عليه أمتى فيكن سجلوا بعض ما فتحت لتسجلوا أنا على آخر قبل ما أطلع بالحلقة ما نبين معي أنه فتحت الأسئلة هل الرورو عن تسلك هل السفارة الأمريكية ببغداد مفتوحة سام؟ السفارة الأمريكية ببغداد مفتوحة بس قليل القضايا دا يأخذون دا نشوف يعني أدة من القضايا ما لاتنا أدهم مواعيد مقابلات بس كلش قليل من ما هم عادة يأخذون يأخذون تمام، مع علي الكفيري أهلا وسهلا شمس الولاية أهلا وسهلا دعني أخذ كم سؤال من إنستجرام كمان أكيد استمروا بكتابة أسئلتكم عملوا تقرأ أشخاص ثانية حتى يحضرونا وعملوا شرر الحلقة يعني أقل الإيمان يعني عم نحاول أبدا فينا نعطيكم معلومات حمود مارسيل حمود عم يسألنا من إنستجرام إنه هو بعثت إكسبيدايت وهي بعثت إكسبيدايت كرميل جوزة وولادة وقالوا ما في فياس بلبنان هي معها أنا معي إقامي بس نطريم موعد السفارة وبعتت إنكوري وبعث ما ردوا عليها لأنه عدها غرين كارد أكو أرقام محددا لأشخاص اللي قدرون يحصلون البياس بسبب أنه عدها غرين كارد إذا تحصلت جنسية رح تقدر تسرع المعاملة بس لأنه عدها فقط الغرين كارد لازم تنتظر لما أكو أرقام معينة للبياس العائلتها تمام عبد الكافي ماني شايف الابليكيشن فتحت سام انت نبين الابليكيشن فتحت عندك احنا قبل دخلنا على الشو ما كان مفتوحة يا أنا حتى هلا عم بتطلع ما نبين لا لا يوجد أخرى الابليكيشن لتسرع شخص الذي تعرفه لا يوجد أخرى أنا مفتوحة الابليكيشن هلا أنا ما ويني على الويبسايت تبعون اسمح لي سام هيا بس لحتى بلك حدا يعني بلا ما تروحوا تعبوا الابليكيشن سمح الله ويعطوكم أنتم اللاجئين ما بتعرفوهن يعني هاي الابليكيشن لك ويني يطلعوا هون رح أعملكم أنا علي خليني حتى فول سكرين خليني أعملكم علي وينها هادية هان تطلعوا هون كما بتقول الابليكيشن لتسرع شخص الذي تعرفهن لا يوجد أخرى هاي دي على الويبسايت تبعون هلا فمناش فتحة الاستمارة لحتى أنتم تجيبوا أشخاص بتعرفون مناش فتحة فما حدا يعبي هلا إذا أنتم بتكون جيبوا حدا بتعرفوه ما حدا يعبي هلا انطروا لو اطلع أنا في فيديو لكم فتحت أو حدا محامي لكم فتحت ساعتا تطلعوا وبتعبوا بلا ما تفوتوا بالحيطان هلا حاليا سام وين كنا بسم الله نغم من انستجرام عم بتقول صر لت منتظر أكثر من سبعة شهر موعد مقابلة لزوجتي في جيبوتي وهو سيتزان ولسا لاحد هلا ما في شي جديد صر لسبعة شهر منتظر موعد مقابلة جيبوتي ممكن ينتظرون سنة لو سنة ونوص قبل يحصلون موعد مقابلة وشايفينكو ناس بعد أكثر من هذا مع الأسف الضغط على جيبوتي جيبوتي هائل ودائما نشوف الانتظار هواية إذا أكو سبب للتسريع ممكن يدزون رسالة السفارة الأمريكية في جيبوتي ويا هذا السبب وإثباتات وممكن يسرعون القضية مع لكم تمام عم بيسألك ديانا كمان من انستجرام بسم الله عليكم انستجرام كتير سألين أسئلة أنه اللي بيأخذوا اللي بيجوا على أمريكا لم شمل فيهم يأخذوا ميديكايت؟ أكو قوانين معينة لهذا السؤال عادة اللي يجي لم شمل ما يقدر يأخذ مساعدات من الحكومة الحد ما موجود عدى الـ Green Card لمدة خمس سنين وهو بداخل أمريكا أكو ولايات عندها إكسابشن مثل بميشيغن أكو إكسابشن للـ Pregnant Woman للومن اللي خلي نقول أكثر من ستين لو خمسة وستين أعتقد هو العمر فأكو إكسابشن بولاية معينة اللي عايشين بيها بس غير هذا عادة لازم ينتظرون خمس سنين سأكمل بشوية أسئلة أستسامة تسمح لي نعم بغادة عم تسأل فينا نسجل ونعمل التراينينج هلأ ونكون جاهزين فيك تجاوبة أسان فضل نعم فيكم تساوون التراينج فيكم تقومون كل الماتيريال وتجهزون للـ Application بس ما فيكم تكملون الـ Application وأعتقد الـ Background Check يخلوكم تساوون قبل وقت على مد هذا هم يكون جاهز وطبعا غير شغلات مثل الـ Plan اللي ممكن ياخذ هواية وقت ممكن منكم حاول تساوون الـ Plan شو راح تساعدون العائلة ووين راح يسكنون شن هو الشغل اللي راح يحصلوا إذا تقدرون تلقون شركة ممكن تعيينهم حاول تحصلوا رسالة من هاي الشركة فأكون هواية شغلات تقدرون تساووها لبعدين راح تاخذ وقت اللي هسا تقدرون تجهزوها على موضة قدمون الـ Training فيكم تاخدوه شو اسمه؟ فيكم تعملوا خمس شغلات أنا حكيت لكم عنا إذا بتروحوا بيقلوا لكم شو فيكم تعملوا هلا كيف تعملوا؟ فيكم تعملوا أول شي عملوا الـ Group عملوا المجموعة يعني جمعوا حال أو أكتر فعني كيف؟ بلشوا جهزوا بهذا المبلغ كيف راح تأمنوه خدوا له training هدا كتير مهم الـ Application Support Seminar كمان بكم تاخدوه فعني الـ Webinar وعملوا الـ Plan متلق لكم استيس سام يعني عنكم كتير شغلات فيكم تعملوه هلا قبل ما تبلشوا يعني فيه خمس شغلات اللي كنت أعملوه بس ما تعبوا الـ Application ما تعبوا هذه أهم مجيئة بدأت إرجاع عيدة لأنه في منكم راح يغلطوا دوناء يعني ما تعبوا الـ Application نعم نعم وهاي الخمس شغلات يعني راح تاخد وقت راح تاخدها هوا من وقتكم فابدوا يبلشوا منها وابدوا مستعد طيب الـ Training عم بيسأله لا بس واحد بياخد training على الأقل واحد يعني عم بيقوله على القليل واحد ياخد training ما بعرف من الاسم اللي عم بيسألني السؤال خليني من الاسم اللي عم بيسألني السؤال عبد الكافي لا التدريب أيلين على الأقل واحد من المجموعة ياخد التدريب يعني على الأقل واحد من المجموعة ياخد التدريب مش ضروري خمستكم تاخدوا التدريب بناءًا على الـ Web site يعني خليني نرجع لكم الـ Web site طلعوا لك وين هي مترحهم تقول training على الأقل واحد من المجموعة ياخد التدريب يعني بس واحد منكم في ياخد التدريب طيب لنكمل بالأسئلة عنده صديقه وصل الأمريكا من حوالي السنة بعد ثلاثة شهر تقدم بطلب لجوء بعد ستة شهر تقريباً تعرف على صبيه وتزوجه هل مفروض يعني الـ Cancellation لطلب اللجوء إذا كان يريد أن يقدم طلب I-130 عن طريق زوجته؟ لا، اللي أفضل أنه إذا عدها جنسية يقدم على قضية Green Card خلال الزواج وبعدين ورما يحصل الـ Green Card رح تتCancell قضية اللجوء لو يطلبون منه أنه يطلب الـ Cancellation لقضية اللجوء أفضل شيء أنه يبقيها مفتوحة لأنه ممكن يحصل بمشاكل بالعلاقة ممكن تحصل أنه القضية بنفسها أكو مشاكل بها وتسقط فأفضل شيء هذا يكون خط رجعة ويأكد على نفسه بالـ Cancellation كمّل بالـ Application لا توقف الـ Application حتى أنت شو تضمن حالك أنه أخذت Green Card مصبوط؟ صحيح صحيح توماس أهلا وسهلا محمد حسن مسلنور علي صديقك عراقي لجئ بتركيا هلأ من جاوبكم عن البلدان اللي هني مما نسمح لتعبي على الكافية الخمسية بس أحاول أدمر فيني أعطيكم أجوب لأسئلتكم صراحة عيسام تاريزي ما هي كيمة المبلغ لكل شخص؟ ذكرنيها بأول الحلقة رجعوا لأول الحلقة الحلقة راح تضليها موجودة على فيسبوك ويوتيوب ويوتيوب سايت تبعنا ففيكم تحضروها للحلقة من الأول مريم أهلا وسهلا فيها مريم جاربو هنا أو هنا عم بتقول إنه مقدمي لأبنه من 2015 بسبتمبر يعني 2015 مقدمت له ومعاملته جاهزة وموافقة عليها من 2020 سبتمبر 17-2021 هو غير متزوج وهي حصلت على الجنسية من 2021 نعم شو السؤال ياهنا؟ انت كاتبي كل شيء إلا السؤال شو معقول يكون السؤال تبعه يا سام؟ ممكن دا تسأل شوكت تقدر تقدم على القضية تعتمد على الفيزا بوليتن إذا هو غير متزوج بصراحة سمعت ذكر الكاتيغوري وين وصلت إذا 2015 ممكن وصلت بداية 2015 يعني جانواري فممكن باقي بنفس السنة بس مع الأسف هاي الكاتيغوريز صالها فترة ممت حركة وإذا قدمته هي عدها green card ممكن تغيرت القضية من F2B إلى F1 وF2B حاليا هي أسرع فممكن تدز رسالة لدائرة الهجرة يرجعوها من F1 إلى F2B وممكن رح تتسرع القضية طير مني حتى بخينا سام نحنا وياك نرجع للموضوع الحلقة بس قبل ما نرجع خينا نريحها كبريك ثلاثين سينية أو دقيقة بريك الوحيد بالحلقتنا لليوم إخواننا أكيد رح نكمل نحنا والأستاذ محامي سام سيف بعد ما نرجع من البريك رح نحكي عن موضوع شو هن البلدان اللي هي ممنوع اللاجئين الموجودين فيها يعبوا على الكفير الخمسية أيضا رح نكمل بإنه ناخد أسئلة منكم أكتر وأكتل فأي سؤال عنكم يا عن اللجوء عن اللم الشمل عن الجنسية الأمريكية والهجرة بشكل عام إلى الولايك المتحدة الأمريكية في كنتوا كتبون نياب مربع التعليقات وإن شاء الله نحنا والأستاذ سام رح ناخد أسئلتكم شغل الوحيد اللي بطلبها منكم فضلا لأمرا هي إنو تعملوا شغل لهيدا الفيديو على أوصع نطاق تعملوا تاج لأشخاص ثانيين اللي حتى يحضرونها تتفاعلوا مع الفيديو تحطوا لايك علىه تكتبوا كومنت وأيضا منو متابعنا يتابعنا على المتابعة مجانية لقناة شو الأخبار مجانية بشكل عام كم يحضرون الأوضاء ويمكنها بتحضرون كشف القوانات لتحضروا بالله حابب تشتري بيت وعم بتدور عمين يساعدك كنت عامل بانكربسي أو عندك لو كريتت سكور جاية على البلد الجديد أو دخلك محدود لا تفكر ولا تحتال لك المشكلة وإلها حال خصوصا مع خبير القرود العقارية علي دهيني خبرة ودقة ومزدائية وبالنهاية ما بتلاقي إلا قردك معك ومفتح بيتك بجيبتك توب موركتش كومبيني يجري مأوي أت نرجع لكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج إسا الخبراء معنا حسين هاشم من قناة الأخبار وضيفنا على الأستاذ المحامي سام السيف بي القسم التالي من الحلقة مثل ما ذكرنا رح نحكي عن موضوع البلدان اللي هي ممنوع اللاجئين الموجودين فيها يعبوا عليها ما بعرف إذا يعطينا سام شو السبب يعني إذا قالوا علم يعني صراحة سام شو هي البلدان لما هني أعلنوا أنه هني قريبا رح يفتحوا المرحلة الثانية قالوا أنه هناك عدد من البلدان أولاً تذكر لنا البلدان أنت عندك الورقة قدامك تذكر لنا البلدان اللي هني ممنوع اللاجئين الموجودين فيها يعبوا وبس تذكرها بنحكي عن الموضوع تفضل سام اللي اللي كاتبين على البروغرام اللي أشخاص لاجئين اللي عايشين بلدان معينة ما يستحقون يقدمون على الولكم راب لو واحد سبانسر يقدم لهم من ضمنها دول عربية سوريا ليبيا سودان تركيا واليمن فإذا الشخص عايش بهاي البلدان بهذا البلد حتى لو إذا ما عدد جنسية من هاي البلدان ما رح يقدر يستحق يكون عدد رفيرل خلال الولكم كوربس واعتقد لأنه العدد اللاجئين بهاي البلدان كثيرة بس السبب الثاني أنه دائرة الهجرة ما تقدر توصل لهاي البلدان فغير تركيا دائرة الهجرة الأمريكية ما رح يدز دائرة الـ USRAP لو U.S.C.I.S يقابلون أشخاص بليبيا سوريا سودان لو يمن تركيا طبعا عدهم أشخاص هناك لدائرة الهجرة بس ممكن مشاكل سياسية صايرة ويا تركيا واللاجئين العراقيين والسوريين اللي موجودين هناك وعدد اللاجئين هناك فممكن لهذا السبب ضافوا تركيا لللسطة بس طبعا أكو هواية دول بهاي الليست من ضمنها كندا هواية الدول الأوروبية معظم الدول الأوروبية موجودة على الليست عراق ما موجودة على الليست فخلي نقول إذا السوري كان عايش بالعراق رح تقدرون تقدمو له إذا عراقي كان عايش بالأردن تقدرون تقدمو له بس إذا عراقي موجود لو سوري موجود بتركيا ما رح تقدرون تقدموا لتسولة referral خلال welcome court فهاي الليستة كلش مهمة أول شي طبعا لازم تشوفون وين عايشين لأشخاص وإذا أكوا خلي نقول عائلة خمسة واحد منهم عايش بتركيا وأربعة عايشين بلردن وهم عراقيين لأنه عايشين بغير بلدان رح تقدرون تقدمون للعراقيين اللي عايشين بلردن بس ما رح تقدرون تقدمون لآخر فرد من العائلة اللي عايش بتركيا وما لازم يعايش بتركيا خلي نقول هذا الشخص عايش بلبنان والباقي الأربع عايشين بلردن لأنه مو نفس البلد ما تقدرون تضيفون هذا الشخص للملاف لازم غير ناس غير سفونسورز يقدمو له كجروب مهمة كتير هايلي بنقطة هايلي اللي زكرتها سان سو ممكن هني بعتقد أنا قرأت أنه ممكن الليستة تتغير يعني بالمستقبل نعم طبعا مثل ما قلت دائرة الهجرة قالت من ضمن الأسباب أنه ما تقدر يدز يو اس رابلو يو اس سي اي اس ربريزينتريفز على مو يقابلون هذول الأشخاص يقابلون المعاملة مالتهم أعتقد هذا السبب المعين فلأنه مجدون يدزون الأجنس مالتهم ممكن السنة جاية رح يكونون يو اس ربريزينتريفز يوصلون السوريا لليبيا لسودان لليمن فلهذا السبب كاتبين ممكن تتغير ممكن أن تكون سبب سياسي خاصة بتركيا يعني ممكن إذا ما مش حال سياسيا مع تركيا يمكن نجوع يفتحوا لكم إياها وبالتالي هيدا منو يعني لائحة نهائية ممكن ينزاد عليها بلدان ويمكن ينشال منها بلدان صحيح وسبب إضافي معظم الدول الأوروبية موجودة على هاي الليست طبعا لسبب أنه هذول الأشخاص يقدرون يقدمون لجوء ويا هذا البلد وما يخليهم يستحقون لجوء بداخل الولايات المتحدة لأنه عايشين بهذا البلد جزء من قانون اللجوء الريفيجي أنه الشخص ما واصل البلد يقدر يقدر يقدم به لجوء يعني مثل كندا بتسمح لهم باللجوء يعني عشان هيك يحطين كندا صحيح كندا استراليا ألمانيا أورسيا يعني هواية من دول الأوروبية موجودين إيران موجودة باللست لأنه الأمريكان الـ U.S. representatives ما يوصلون للإيران في الشي روحاء صحيح نفس الشيوية روسيا لو سوماليا ما يقدرون الـ U.S. representatives يوصلون بهذه البلدان بس خلي نقول إذا روسيا يطلع ويروح يعيش بدولة ثانية دولة من الريس لو هتش شي ممكن أنه يقدم لأنه صار بلد يقبلون يطول لجوء ذاك البلد سمع تمام كثير منح معلومات مهمة جدا عما تعطينا إياها سام سام بس يفتحوا الـ لماذا تأخذ وقت لحتى يجوا هؤلاء الذين أنت وهل يا ترى قبل ما أسألك هل يا ترى مضمونة إذا عبّت لحدا سيأتي بهذا البرنامج؟ طبعا لا طبعا لا أي شخص يقدم كلاجئ ويا الأمم المتحدة ويا الـ U.S. rap لو ويا أي بلد هو IHB ومسجل كلاجئ ما مضمونة أنه رح يحصل لجوء قانون اللجوء تعتمد على وضع الشخص ووضع البلد شنو هو اللي صار شنو هي قصته فإذا القصة لو الوضع ما يستحق الشخص يأخذ لجوء رح يرفضوه فهذه الـ Welcome Corps تساعد آخر مرحلة يعني إذا الشخص وصل مرحلة لأنه بس لازم يكمل معاملة اللجوء ويحصل على موعد سفر ويحصل على مساعدة من منظمات بداخل أمريكا هي هاي الفقرة اللي رح تساعد بيها الـ Welcome Corps غير هذا لازم يمشون خلال الـ Process مع اللاجئين مثل أي لاجئ ثاني تير حلو تير حلو طيب عبينا لتسفتح الـ Program عبينا قدش رح تاخد وقت دراسة الاستمارة يعني إلى حين وصول هذا اللاجئ أو مجموعة اللاجئين يعني هما ما مطين وقت محدد بس الفكرة ممكن شهرين ثلاثة يدرسون الـ Application ويضطون Approval عليها وبعدين يقدرون يشوفون إذا يسرعون معاملة اللاجئين فأقل شي اللي شفناه ممكن ستة شهر الحد ما اللاجئ يقدر يوصل وممكن سنين تعتمد على وين وصلت قضية اللجوء مالتهم إذا قضية اللجوء بالبداية يعني حتى ممسوين مقابلة ويا الـ UN Law ويا الـ USRAP وممسوين الـ Background Check وممسوين الـ Medical يعني أكو هواية مراحل إذا ممكملين هاي المراحل ممكن السنين تأخر كثير منيح في أكتر من سؤال يجعل هذا الموضوع هلأ فواز اللاجئ اللي عايش بلبنان نعم لبنان ممنوع يعني إذا أنت لا تستيسوري أو عراقي أو يامني عايش بلبنان ولاجئ مسجل كلاجئ فيهم يعبولك مش أنت اللاجئ هو اللي يعبّي على هذا البرنامج هذا الكافيل لازم يعبّي لكم على البرنامج فهي كثير مهم تعرفوه لهذه الفكرة يا إخواننا في أي مرحلة يجب دفع المبلغ هلأ أنت، هيدا السؤال جاني أكتر من مرة هل يا ترى أنت بتدفع للحكومة الأمريكية ولا بدون انهني منك المبلغ يكون موجود وأنت بتدفعوا للأشي اللي بدك تساعدهم فيها أنت ما عم تدفع لأمريكا يعني مظبوط يسا لا، لا، ما تدفع لـ ما تدفع لتبع المبلغ يعني بس إذا ممكن صحيح، ما يدفعون للولايات المتحدة هم رح يجمعون هذا المبلغ لمساعدة اللاجئ وعائلة اللاجئ تكاليف السكن، تكاليف المعيشة لأول تسعين يوم الشخص اللي يوصل للولايات المتحدة ممكن ما فيه درهم بجيبه فيحتاج مصاري على من يقدر يعيش يحتاج مصاري على من يقدر يأجر بيت لو يشتري سيارة لو يروح من مكان المكان فهاي المصاري رح تستخدمها لمساعدة الشخص طيب، كلوديا عم تسأل على انستجرام هل يقدر اللاجئ يسافر بدون أوراق سبوتية أو باسبول خالصة بدته؟ اذا قصدها يسافر لو يوصل للولايات المتحدة اللاجئ رح يحصل رخصة، رسالة من الـ من الـ من الـ أنه هذا الشخص يستحق يدخل بالطيارة ويوصل للولايات المتحدة فهي الرسالة رح تكون علي اسمه صورة معلومات العامة مثل عيد ميلاد وكذا معلومات فنعم، الجواب أنه ما لازم يكون عدة جواز نبأ حسون، بعضت السؤال على انستجرام بس ما بعرف إذا سألت لسؤالك لأنه أنا تقريبا سألت كل الأسئلة الموجودة على انستجرام فإذا ما سألت سؤالك، أرجوك تبيلي اللي حتى شوف لأنه ما نبين، أنا في كتير أسئلة على انستجرام ودورت على اسمك، ما نبين ما نبين عندي ده اللي سألني على انستجرام فيما يتعلق بانستجرام سوري سان، بس أبحاول شوف نعم، فضل حسنا، نصيف حبيبي، تحياتنا علىك أهلا وصحبا فيك ما نحن لم نتحدث عن الولكم كورب تحب تزيده سام؟ بس آخر نقطة إذا مثل أنت لبناني لو أنت عراقي وعايش بلد الأم عايش بلبنان لو عايش بالعراق ما يجبون يقدمو له لازم تكون بغير بلد قبل حسين أنت تكلمت على السوري أو العراقي اللي كان في لبنان يقدروني يقدموني على الولكم كوربس بس إذا هو لبناني ما رح يقدروني يقدمو له لازم يكون بغير بلد الأم هاي النقطة كلش مهمة طيب، سؤالة بس كتير طوي سراحة مقدم على الـ IOM أخي مقدم على الـ IOM رفض بعد خمس سنوات من التقديم فتحوا الملف قبل ست سنوات ورجعوا وعطوه رقم سراب سراب بركي نعم عملو له مقابلة من عمان عبر الزوم حول استفسارات حول الولف بعدين ما ردوا لحد هلا على موعد الفيزا هو حاليا بالعراق ببلد الأم ومن تقل لأنه رجع لأنه طولت المعاملة هل بيحقق لي أعمله كافيري خمسية أنا أو أربعة أشخاص؟ لا مثل ما حسا حكينا إذا هو عايش بلد الأم ما رح يستحق يقدم على الـ IOM الـ IOM تمام طيب سام لاتسي فتحت الـ نعم في حدتين يساعدهم أن يعبوا الـ يعني فيني أنا كمجموعة كفلاء لاتسيدق لسام وخلي سام هو يعملنا الـ وك مكتب محامات نحن نقدر نساعد بكل القضاية الهجرة ومن ضمنها هاي رح نعتبرها قضية هجرة أعرف أكو على الـ 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 تقول لا تخلون واحد يساعدكم تقدمون المعاملة بمبالغ بس ماذا يتكلمون على المعاملات مثل محاسب لو محامي لو كذا شيء والسبب يكون لأنه أكو هواية فراود أكو هواية لأشخاص يأخذون مصاري ومراح يدفعون لو مراح يكملون المعاملات لو يكملوها بشكل غير صحير فلهذا السبب حاطين هذا الشغل بيها فك نعم يقدرون يعينون مكتب محامات بس غير هذا الشيء ما أنصحكم تروحون لأي منظمة لو لأي شخص يعني ديروا بالكم على محامات للأشخاص اللي يساعدوكم يقدمون على الولكم كوربس لأنه ممكن ما تستحقون تقدمون بس راح تدفعون مبلغ واتفسرون هذا المبلغ لمساعدة تكملة فشيء مهم واحد إذا الشخص يقدم والآبلكيشن ينرفض يعني صعب عليهم راح يقدمون على المستقبل تمام أكيدة اللي عم يسأل عن رقم الاستسام كيف كنت تتواصل معه إن كان إن شاء الله لما يفتحت البرنامج أو بأي موضوع يتعلق بالهجرة باللجوء بلم الشمل زواج خطبة جمسية كل شي خاصوا بالموضوع الهجرة والقانون الأمريكاني بما يتعلق هجرة لجوء تجنيس ولم شمل فيكن تتواصلوا مع سام على رقم التليفون موجود قدامكن الاستشارة غير مجانية 248-557-3645 248-557-3645 والرقم كان عم يطلع كل شوي بالشيشة شوين سألنا عن السفرات ما عاش معي وقت كتير نحكي عن السفرات شو اللي فاتح وشو اللي فاتح وشو اللي فاتح وشو اللي ما بعرف شو بدك تعطي لمحة عامة بدقيقة سام عن السفرات أو بده وقت أكثر نخليها للحلقة أجي بس هي السفارة قرأت المسج وعادة يردون وراء أسبوعين ثلاثة عادة مو مية بالمية بس أسبوعين ثلاثة رح يحصلون رد من السفارة حتى لو إذا ما كملوا البيزا فإذا عادكم قضية دوكومنترالي قوالفية ويا اليو اس امباسي بيروت دزوا إيميل وبلغوهم على السفرات وطلبوا موعد مقابلة بأسهع وقت ممكن تمام شكرا لك أستاذ سام دائما معلومات مهمة جدا عم تعطينا إياها وعمل عزبك فمتشكرك دائما على رحابة صدرك وعلى الابديتس اللي دائما عم تعطيها للمتابعين من خلال هيدا البرنامج باعتسبين كل واحد ما قدرنا نجاوب على سؤاله دائما أنا بعطيكم هيدا الدسكليمر بأول الحلقة أنه أكيد ما رح نوصل لكل سؤال بس بنحاول قدما فينا أنه نحنا نجاوب على أكبر كمية ممكن من هذه الأسئلة يعني مثل ما أنتم تعرفوا الوقت محدود عبيت العسام معنا مرة بالشهر فبنحاول قدما فينا ناخد منه معلومات بس دائما وقتنا محدود بهذا الموضوع سام مرة تانية شكرا لك شكرا لك حسين وشكرا للمشاهدين وإن شاء الله ساعدناكم بأسئلتكم وطبعا دائما موجودين إذا تريدون تخابون المكتب باستشارة مستعدين دائما نساعدكم حبيبي رقم التريفون التواصل مع استيسام 248-557-3645 شكرا لك استيسام مرتين شكرا لكم تابعينا ومشاهدين وأيضا للبرنامج كل من وطب مورجج دائما فيكم تتابعونا بشكل مجاني عملنا هلا استطلاع مثل بول 20% منكم جاوبوا أنه مش عاملين متابعة للصفحة 20% عاملين متابعة 20% مش عاملين متابعة 20% مش عامل متابعة علاش عم تحضروا عم تستفيدوا من البرامج عم نعطيكم معلومات مجانية متابعة الصفحة مجانية شو السبب مش عاملين متابعة فمنتمنى منكم تعملوا لايك وفولو على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وسبسكرايب على يوتيوب لحتى تقدروا تحضروا هايدي البرامج بطروحوا عليكم لانه مش دائما رح يطلعوا قدامكم برامجنا إذا انتم من كون عاملين متابعة لحتى معتولكم اشعار فيسبوك لازم تكونوا عاملين متابعة وعاملين turn on notification يعني انفعلين جرس التنبيه لحتى يوصلكم الاشعار لما رحنا نطلع لايك نتمنى منكم تعملوا شير لهذه الحلقة على أوصى نيطاق الحلقة رح تضلية موجودة على فيسبوك رح تضلية موجودة على يوتيوب وأيضا على الوابسايت الخاص فينا فدايما فيكم تحضروا للحلقة بأي وقت بدكنية شكرا لجميع المتابعين خاصة للأشخاص اللي كانوا عم يتفاعلوا معنا كل واحد حت like كل واحد حت comment كل واحد عمل share كل واحد عمل tag شكرا للكون واللي حضرنا على السكات شكرا بس you can do better فيكم تعملوا أحلى من هيك كان معكم حسينيشو من قليلش الأخبار إلى أنقاكم بحلقات مقرد من هذا البنامج وبرامج أخرى إلى اللقاء وبرعاية الله اشتركوا في القناة